ينضم إلينا من القاهرة الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية أهلا بك دكتور حامد يعني ما أهمية استئناف هذه المفاوضات في القاهرة وأما أهم النقاط التي سيتم التركيز عليها أهلا بك يا أستاذ حاتم وأهلا بالسادة مشاهدي القاهرة الإخبارية طبعا في ظني وتقديري أن هذه المفاوضات يعني تدل على تمسك القاهرة ببارقة الأمل لكيفية الوصول إلى تفاهمات في إطار أن القاهرة تبزل كل الجهود التي لا يمكن أبدا إلا اعتبرها تصب في صالح وقف إطلاق النار باعتبار أن القاهرة هي العمود الفقري وهي التي استضافت كل اللقاءات وهي أيضا الترف الرئيسي في كل المفاوضات لكيفية البحث عن هدنة في قطاع غزة وبالتالي القاهرة تسعى إلى فرض التهديئة في المنطقة لأن المنطقة الآن تنجر إلى المجهول والقاهرة تسعى وبشكل كبير إلى وقف النار والعمل وبشكل قوي على عدم إراقة الدماء مرة أخرى داخل قطاع غزة خاصة أن هناك الكثير من النقاط التي من الممكن أن تدفع فيه اتجاه أن تكون هذه الجولة جولة مفضية بالفعل إلى هدنة إنسانية لأن هناك ضغوط سواء داخلية أو خارجية على حكومة ميتينياهو هذه الضغوط تمثل ضغطا حقيقيا في سبيل البحث عن هدنة تبدأ إلى وقف الإطلاق النار من أهم النقاط التي سيتم التبحث بشأنها بظن وتقديري أنها النقطة الخاصة بعودة النازحين إلى شمال قطاع غزة باعتبرها العقدة الأكبر في المفاوضات لأن الجانب الإسرائيلي ومنذ بداية الحرب يرفض رفضا قاطعا ويريد تقسيم القطاع وأيضا إنفاذ المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى شمال القطاع وهو ما شاهدنا حلحلة في الموقف الإسرائيلي حتى وإن كانت هذه الحلحلة نسبيا بعد قيام إسرائيل باستهداف عمال المطبخ الدولي الذي أدى إلى مقتل سبع من العمال ومثلت ضغطا حقيقيا على حكومة 200 في الفترة الأخيرة وبالتالي القاهرة تمسك بتلبيب والأدوار المركبة التي تسعى من خلالها القاهرة وبالتشراكة مع الجانب القطري والجانب الأمريكي بالإضافة إلى أصحاب الجانب الإسرائيلي والجانب المقاومة الفلسطينية كلها أطراف تسعى القاهرة إلى الوصول إلى تفاهمات وأرضية مشترقة تفضي إلى هدن طويلة الأمد تكون هذه الهدن هي الأساس لوقف شامل لإطلاق النظر وإلى ماذا تشير جهود القاهرة في الوقت الحالي خاصة فيما يتعلق بليس فقط جهود التهدئة ولكن أيضا العمل على تحسين الوضع الإنساني ليس فقط في الأيام الحالية ولكن على مدى الشهور السابقة يعني من يعود بالذقرة إلى 7 أكتوبر يتذكر أدوار القاهرة التاريخية التي سعت منذ اللحظة الأولى وبشكل قاطع لضرورة كسر الحصار عن قطاع غزة وإنفاز كافة أوجه المساعدات وكانت القاهرة هي صوت فلسطين في كل المحافل الدولية أو حتى على مستوى اللقاءات الثنائية ولم تتوانى القاهرة عن دعم القضية الفلسطينية ولم تتأخر القيادة السياسية عن عرض القضية الفلسطينية والمشاكل التي تتعرض لها قطاع غزة في الداخل من عدم السماح إسرائيل بإنفاز المساعدات نجد أن القيادة السياسية المصرية ممثلة في الرئيس المصر عبد الفتاح السيسي يعني في كل مواقفه كانت مواقفه واضحة بضرورة أن يتم إنفاز المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى داخل القطاع وشاهدنا حجم الشاحنات أمام معبر رافع من ناحية الجانب المصر نحن بنتحدث عن قرابة الستة ألاف شاحنة موجودة حتى هذه اللحظة 87% من المساعدات الإغاثية والإنسانية قدمت من القاهرة و13% فقط من كل دول العالم كدليل قاطع على أن القاهرة تسعى بكل قوة إلى عدم تحويل الصراع في بطاع غزة إلى صراع جوع وصراع مرض وصراع استهداف المستشفيات باعتبار أن القاهرة لديها ثوابت واضحة في كيفية إيجاد حل شامل وعادل وهو ما حذرت منه القاهرة منذ اللحظة الأولى يا أستاذ كريم وهي الجزئية الخاصة من أن القاهرة تسعى إلى تنفيذ مبدأ حل الدولتين إنهاء حالة الإنسداد السياسي والأفق السياسي الذي أدى إلى ما نحن فيه الآن باعتبار أن هذه الرؤية المصرية توفقت عليها الآن كل دول العالم ولو كانت كل دول العالم تبنت وجهة النظر المصرية منذ اللحظة الأولى بضرورة حقن دماء الفلسطينيين ما كنا قد وصلنا إلى هذه المرحلة الخطيرة من الصراع وفي ظن وتقديري أن الأمور الآن في المنطقة على شفى الانفجار بشكل كبير خاصة بعد استهداف الكنسولية الإيرانية في سوريا وهذا سيؤجج الصراع بشكل كبير وهو ما حظلت منه الدولة المصرية مرارا وتقرارا أن استمرار العملية العسكرية البربرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يمثل انفجار للأوضاع وسيمثل خطورة داهمة على السلم والأمن ليس فقط في المنطقة العربية ولكن السلم والأمن الدولي أخينا هل يمكن القول بأن هذه المفاوضات واستئنافها ربما هي خطوة للمضي قدما لتنفيذ وتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار وإنفاذ دخول المساعدات إلى القطاع وأيضا احترام قرارات محكمة العدل الدولية يعني صدرت الكثير من القرارات سواء القرار 1720 من مجلس الأمن والذي أكد على ضرورة إنفاذ كافة المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى داخل القطاع ولم يتم تنفيذه ثم بعد ذلك محكمة العدل الدولية التي أصدرت تدابير احترازية واضحة لضرورة أن يكون هناك إنفاذ للمساعدات ومنع إسرائيل من ارتكاب الإبادة الجماعية بمنع إرسال وإدخال المساعدات إلى الداخل ثم بعد ذلك القرار رقم 2728 والذي كان من المفترض أن تلتزم به إسرائيل ولكن في كل الأحوال نرى أن إسرائيل أصبحت دولة مارقة الدولة لا تحترم القوانين الدولية وتريد أن تظهر دائما أنها فوق القانون الدولي وفوق القانون الدولي الإنساني وبالتالي هذه فرصة ذهبية لكي يكون هناك ضغطا حقيقيا وتحسين الصورة للمجتمع الدولي بشكل كبير لأن القاهرة تسعى إلى إيجاز ظهير داعم للقضية الفلسطينية تسعى وبشكل واضح من خلال هذه المفاوضات إلى العمل على إنفاذ هدنة ممتدة وطويلة خاصة أن حجم المساعدات التي دخلت إلى القطاع على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبزل من الدولة المصرية على كافة المستويات بإدخال المساعدات عن طريق معبر رفعه وحتى بالإنزال الجوي بالمشارقة مع الكثير من الدول إلا أن هذه المساعدات لا تمثل إلا 3% فقط من احتياجات القطاع وهو ما أشار إليه أنطونيو جوتريتش الذي قال أن غزة تحتاج إلى طفان من المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية وبالتالي أرى أن القرى الآن في ملعب الإدارة الأمريكية التي عليها أن تمارس ضغوط حقيقية وهو ما شاهدناه في الفترة الأخيرة وهي التي تعاني من الضغوط بنفسها دكتور حامد أليس كذلك؟ نعم فاندل؟ والإدارة الأمريكية هي تعاني من الضغوط الدولية بسبب عدم الضغط على إسرائيل أليس كذلك؟ أتفق مع حضرتك جدا الضغوط الآن بدأت تزيد وبشكل كبير على الإدارة الأمريكية التي بدورها بدأت تمارس ضغوط على حكومة نيتنياهو لولا أن الإدارة الأمريكية أصبحت في موقف صعب جدا سواء أمام دول أوروبا بشكل عام خاصة بعد استهداف العمال المطبخ الدولي والتي أظهرت أن إسرائيل لا تعتني بالمدنيين ولا تعتني بعمال الإغاثة ولا تعتني بموظفي الأنور ولكنها لديها مخطط واضح لاستخدام سلاح المساعدات الإغاثية والإنسانية كسلاح لتنفيذ مخططها وبشكل واضح للعمل على هجرة الفلسطينيين بشكل قصر من أراضيهم وبالتالي الإدارة الأمريكية حتى في عام الانتخابات أصبح هذا أيضا يمثل ضغطا حقيقيا تظل أن إدارة بايدن تعاني وبشكل كبير من العزلة الدولية مع إسرائيل إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية أصبحوا في كفة والعالم جميع أصبح في كفة وهذا ظهر من تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بشكل واضح الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت مرتين المرة الأولى بموافقة أكثر من 123 دولة والذين أقروا بضرورة إنفاذ المساعدات الإغاثية والإنسانية وعندما تم التصويت بعد ذلك بمدة ليست بالطويلة نجد أن أكثر من 153 دولة أيضا أصروا وأقروا بضرورة إنفاذ المساعدات الإغاثية والإنسانية وكل ذلك يمثل ضغوط حقيقية على الإدارة الأمريكية التي بدأت تمارس ولو ضغط نوعي على حكومة نيتنياهو للاستجابة لإنفاذ المساعدات وهذا ما شهدناه من فتح معبر بيت حنون أو إيرز وغيره من المعابر التي سيكون ذلك رافدا ولو ضعيفا لكيفية وقف إطلاق النار ثم إدخال كافة المساعدات إلى كل شبر من أراضي القطاع من القاهرة دكتور حامد فارس وأستاذ العلاقات الدولية شكرا جزيرا لك